اشتركوا في القناة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وأفضل أوقاتها ما قبل صلاة العيد بين صلاة الفجر وصلاة العيد ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وهي واجبة على كل مسلم صغير أو كبير رجل أو امرأة غني أو فقير إذا كان واجدا قدرها في يوم العيد مما هو زائد عن حاجته وحاجة عياله ومن تزمه نفقته وهي نوع من الزكاة خاص تخرج من ما عادة الناس اقتياته وادخاره في هذا البلد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وإخراجها في هذا اليوم له حكمة وسر ومشروعية وهو أنها طعمة للمساكين في هذا اليوم وطهرة للصائم من اللغو والرفث وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهي من شكر الله تعالى على نعمة الله تعالى العبد أن وفقه للقيام بالصيام وبها أيضا تمام السرور على بقية المسلمين من الفقراء والمساكين قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن يخرجوها مما هو متوفر عندهم من أطعمتهم التي تقتات وتدخر كالتمر والشعير والزبيب والأقط والبر فيخرجها الإنسان مما عادته اقتياته وليس من الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن بإخراجها منها النقود فلا تخرجوا من النقود لأن النقود كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة ولم يكونوا يخرجوها بينما أخرجوا الزبيب والأقط والشعير والتمر وما يشبهها مما هو يؤدي الغرض التي تقوم به مثل الأرز والذرة والدخن والعدس وما شابهها وأما الجنين فيستحب إخراجها عنه ولا يجب ذلك لكن لو أخرج الإنسان عن الجنين في بطن أمه فإن هذا من المستحبات جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب متفق عليه والمقدار المطلوب هو الصاع والصاع أربعة أمداد والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل فيملأ الإنسان كفيه جميعا أربع مرات هذا يعتبر صاعا ويقدر هذا بثلاثة لتر فهذا هو مقدار الصاع ويخرجها الإنسان يخرج الإنسان زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه ليلة العيد هذا هو الواجب عليه أما لو كان في بلد غير بلده وأهله في بلد آخر فوكل أهله أن يخرجوها عنهم وعنهم فإنه يجوز ذلك لكن الأفضل أن الإنسان يخرجها في المكان الذي هو فيه ليلة العيد أي أنه أفطر من رمضان في هذا المكان فحينئذ يجب عليه إخراج الزكاة في هذا المكان وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين متفق عليه يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر فلا يصرح أن الإنسان يخرجها الآن أو يوم خمسة عشرين وإنما تخرج عند انتهاء رمضان أو قبله بيوم أو يومين ليتمكن الفقراء من تهيئاتها إذا كانت تحتاج إلى طحن أو تجهيز أو نحو ذلك وأما أفضل أوقات إخراجها فهو قبل صلاة العيد وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تعدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه والمرد بالصلاة هنا هي صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داوت ومن لم يخرج صدقة الفطر في وقتها فإنه يزمه أن يخرجها بعد ذلك قضاء ويكون قد أثم بتأخيرها إذا كان ليس له عذر